أهلا بحضركم جديد وبفكركم النهاردة طبعا في فكرتنا الحوارية هيكون معنا النجوم أو نجمات كرة اليد سيدات في نادي الأهلي لأنه طبعا الفريق ده زي ما قلنا في البداية من الفرق الحقيقة اللي بتبزي المجهود والنتائج ملاش حس الحقيقة بصراحة يعني وبتحافظ على نتائجها وانتصارتها سنين طويلة وبفكركم هيكون معنا إن شاء الله كابت نيح يوسف المدير الفني وليلة هيثم لعبة الفريق وصار الخوري أيضا لعبة الفريق هيكونوا معنا ونتكلم في كل الأمور يتخص الفريق ونطمينكم أيضا على سير الفريق قبل ما يخش الأدوار النهائية من ضمن الاتحادات وإحنا كدورنا دورنا كمان إحنا كبرنامج الأبطال إن إحنا نشيد من الاتحادات اللي عامل شغل ومن ضمن هذه الاتحادات الريشة الطيرة الريشة الطيرة نجحوا إن هم يروحوا للأولمبياد وعملوا إنجازات كبيرة يمكن نتائجها تكون أفضل فترة جاية بعد ما بدأوا يوصلوا لعالمي أدهم حاتم وضوحة هاني شركان ببطولة الهند الدولية للريشة الطيرة أدهم حاتم وضوحة هاني لعبة منتخبنا الوطني للريشة الطيرة سفروا أول مرح علشان يشاركوا في بطولة الهند الدولية ولا هتتلعب في الفترة من 8 أو الحد 13 يناير اللي إحنا فيه الثنائي هيشارك في البطولة دي عشان يحفظوا على التصنيف العلامي ليهم خصوصا إن البطولة من البطولات المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لللعبة القرع ما جاتش سهلة طبعا لأن حاطاتهم في وش لعبة مصنفين وميزين وكمان هيلعبوا على أرضهم وهم أبطال الهند وعلى فكرة الهند من الدول المتقدمة جدا في اللعبة دي إذن مشاركتهم هي مشاركة جيدة خبرات عنا إن شاء الله على باريس 24 إن شاء الله منتخب مصر هناك حق نتيجة كويسة وهم الاتنين دول أو اللعبة دول شاركوا في الأولمبيات اللي فاتت وبالإضافة لزميلتهم التالت هادي حسني وده للمرة الأولى في التاريخ أن احنا نشارك في الأولمبيات كل التوفيق للعبات أو لعبين منتخب المصر ريشة الطائرة طيب هنروح ليه في ريال أشرف في ريال أشرف حضاركوا بعرفين طبعا نجمتنا الأولمبية كانت أو حصلت على جائزة الإبداع الرياضي أيضا كأحسن رياضية على الوطن العربي فيه طبعا جائزة محمد بن راشد اللي طبعا تقلت فيها النادي الأهلي أيضا جائزته ولكن اللي مناعها كورونا للأسف في ريال بتخضع دلوقتي للعزل وبتاخد البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا وفي ريال قايت على الفيسبوك وطبعا دي كانت صورة لتصرحها قايت إنها مش هددت تتسلم الجائزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا هذه طبعا الصورة ألف مليون سلام عليك يا في ريال إن شاء الله ترجعي أفضل من الأول وكانت في ريال فازت بالجائزة بعد ما كسبت ذهابية أولمبيات توكيو الأخيرة في الكراتي في منافسات وزن 68 كيلو جرام بعد ما كسبت بطولة إيطاليا في النهائي أو بطلة إيطاليا في النهائي خلينا أقول لكم حاجة إن طبعا في ريال أشرف من النمزج الرياضية المشرفة ليه لأن محدش كان متوقع إن هي هتكسب مديليا في ريال لما راحت وطلعت نشرة الاتحادات واللجنة الأولمبيات المصرية بمين مرشحين ياخدوا مديليات في أولمبيات توكيو في ريال ما كانتش موجودة وده نموذج أو قدوة لكل الرياضيين مش لازم تكون رايح البطولة وانت يعني عامل نتائج كبيرة جدا وممكن تبقى رايح والناس مش بتوقع لك تكسب وتكسب ويا ما شفناها حتى في كورة القدم منتخب مصر يا مكان الناس مش بتوقع له يكسب وبيكسب والعكس صحيح ممكن تبقى مصنف وما تكسبش في ريال أشرف قصة نجاح ويعني قصة بتدينا كلنا أمل إن اللي جاي أفضل اشتغل وتعب ويسيب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكافأك ولما ربنا بييج من عنده المكافأة بتبقى أحسن المكافأة زي ما احنا شايفين ما شاء الله في ريال مش ملاحق على الجواز طيب هنروح لخبر مهم والخبر ده في صورة نداء احنا طالما طالما احنا في البرنامج حذرنا من موضوع المنشطات وشفنا وجبنا نمازج كتير جدا وناس جليها انزلقت في موضوع المنشطات بدون قصد وشفنا أيضا رفع الأسقال وقدين مديليات اللي احنا خسرناها بسبب إيقاف إيقافنا من اللعب الدولي حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية مكافحة مناشطات النادو قال تصريح قال ايه قال قائمة المحظورات الجديدة للمنشطات بدأ تطبيقها من أول يناير الجاري طبعا ده صورة دكتور حازم خميس طيب ايه يعني ايه الجديد في الخبر لا خلي بالكم نشرة المنشطات أو القائمة بتاعت المنشطات الليستة بتاعت المنشطات بتعمل لها update وبتعمل لها تحديث كل فترة التحديث صدر وبدأ تطبيقهم الأول يناير فالدكتور حازم بيناشد كل الاتحادات الرياضية والدكاتر أو اللعيبة بضرورة الحذر وأنهم يسألوا بشكل مستمر عن جدول المواد المحظورة خوفا من الوقوع في فاخ المنشطات وإحنا بندم صوتنا لصوتها كدكتور حازم وحذر الدكتور أن أي حد رياضي بصوا بقى اللي جاي ده وإحنا بنقول هنا لكل الرياضيين أي حد رياضي هياخد دواء برد يرجع لدكتوره إحنا في الشتاء وأدوية البرد منتشرة وما كانش كورونا بيبقى دور برد عادي فما تخدش دواء من نفسك من فضلك يا رياضي مصري لو أنت عندك بطولة دولية تفتيش مفاجئ وعندك برد خد دواء البرد وروح بيه لدكتورك ليه لأن أدوية البرد بيبقى فيها كورتزون بأنواع والكورتزون ده ما أديكم مثل ده الدكتور حازم اللي قايل الكورتزون بكل أنواعه محرم كمنشطات فإنت رأيك إذا ما تاخد دول تاخد دواء برد من دماغ أو قطرة قطرة عين قطرة أنف كل ده جوه اللستة فيا جماعة بعد إذن حضركم يا رياضيين مصري ونفضل ننبه ونوعي وده الوعي عندك مشكلة دواء بسبليمنتل مكاملات غزائية عندك مش عارف يخد يا باشا الحاجة زي بأنت كده واطلع بيها على الدكتور حازم خميس بنافسه مش هقولك لا المنظمة بالزبط كده كده ليها صفحة وليها بياناتك خش كده على جوجل اكتب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو هيجي لك كل الكونتكتس بتاعتها سواء أرقام تليفونات إيميلاد كله هتبعد والله هيردوا عليك وأنا بقولك أنا عارفنا بقولك هم موجودين عشان كده هيساعدوك ويقولك تعالى ولو محتاج حتى مساعدة في نشرة في حاجة هيساعدوك يا جماعة بعد إذنكم خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم عشان من اضطرش نروح لقاف تاني أو لعيبي توقف ويكون مرشح لمديريا ان شاء الله يكون في باريس مرشح أو حاجة ولا أسف تعطله المنشطات وإحنا يعني اتعثرنا في هذا المطب كتير خاصة كان مع طبعا مهاب عبد الرحمن في طبعا العاب القوة قبل ريالي جينيرو وزلال الإقاف كان معاه مستمر معاه في بطولة توكيو اللي فاتت وأيضا كمان رفع الأسكار لما توقف لنا ست سبع لعيبة وبالتالي توقفت مصر على المشاركة وحرمنا المديليا أوتنا على الأقل في توكيو 2020 كده يكون أخبارنا انتهت هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني الفريق قولة الياد بسيدات وأيضا لعبة الفريق لعيبة هيثم ولعبة الفريق أيضا سارة الخولي ولكن بعد